أهلا وسهلا لا أحد يستطيع أن يغطي حقيقة الأمر ويقول بأن الأسواق تمر بمرحلة تصحيح فني وغيره الكل يعلم أنه مرت على الأسواق العربية حالة من التوتر والضبابية بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا إرجاء الموضوع إلى وقت لاحق ربما يؤخر التفكير بإعادة البيع في الأسواق أين تجد سلوك السوق السعودي في ضوء هذه المتغيرات مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلوك طبعا سلوك حاد في الاتجاهات حالة نفسية مرتبكة لدى صغار المتعاملين تحديدا نتحدث عن المضاربين اليوميين أو الذين يستخدمون نهج المضاربة يجدون أي فرصة للتخارج أو حتى الاقتناص فرصة والبيع سريعا هذا هو الحال بالنسبة للسوق بعيدا عن طبعا قرارات المستثمرين التي تبنى على عوامل بعيدة تماما تنظر إلى أمور أساسية وأمور طبعا معروف أنها لا تستند على فترة قصيرة إطلاقا إنما السلوك اليومي هو السلوك المتداولين اليوميين والذين طبعا يتأثرون بالأخبار خصوصا عندما تكون الأخبار جيوسياسية فهي طبعا متعبة بالنسبة لهم لأنه لا يمكن أحد أن يتنبأ بالحدث وتطوراته وفي كل لحظة هناك خبر ولا يمكن ملاحق تحليلات هذا الخبر وطبيعته القادمة أو تأثيره القادم كل التصريحات التي نسمعها من القوى العظمى كلها غير واضحة بشكل عام حتى نلحظ ذلك ليس فقط على مستوى أسواق المنطقة إذا ذكرنا أسواق ناشية أو متداولين قد تحكمهم عوامل خبرة ضعيفة إنما نجد ذلك حتى في الأسواق العالمية وأسواق السلع هناك أيضا حالة تذبذب وحالة تقلب كبيرة نلاحظ أسعار الذهب كيف خلال أسبوع واحد كانت تحق ارتفاعات كبيرة ثم تنخفض بشكل كبير فدائما الأحداث السياسية عموما لا يمكن لأحد أن يعرف إلى أين ممكن أن تصل فلذلك يتبعون أسلوب الحذر وأسلوب التداول اليومي السريع نعم خلينا نكون قريبين من الأيام الحالية أكثر ورمان حاول أن نعطي صورة بعيدة كون زي ما ذكرت أستاذ محمد في ضبابية يعني بتحكمنا هي أكبر منا في هذا الشأن نتحدث عن الجلسات المتبقية عن جلسة متبقية من هذا الأسبوع ماذا نتوقع في السوق السعودي ماذا يعني لنا الإبتعاد أو الاقترام من الثمن ألاف نقطة أنا بالنسبة لي لا يعني أي شيء صراحة لأننا اليوم هناك خبر قد يأتي يخفز في السوق ثلاثة وأربعة وخمسة بالمئة وكما شاهدنا في الأمس ارتفاع بحوالي خمسة بالمئة تقريبا نتيجة فقط كلمة توضح بأن هناك حلول سياسية تجري على الأرض فاليوم العامل الفني برأيي أنه ليس هو المقياس الحقيقي لقياس نقاط فنية واعتبارها أنها أساس في حساب موجات وإلى آخره بكل أمانة ومع العلم أن التحليل الفني علم كبير وقائم ولكن في مثل هذه الأحداث لا يمكن لأحد أن يقول أن هذا الرقم مهم أو ذلك الرقم غير مهم اسمح لأستاذ ترجمة نانسي قنقر